السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال وزي ما وعدناكم دايما بنوفي بوعدنا وجبنا شيف متخصص في الحلويات كل الناس اللي سألت عن صبع زينب عن بلح الشام عن البسبوسة عن الجلاش عن أي حاجة في الحلوات الشرقية معانا شيف متمكن شيف رائع شيف مبدع أنا كلمته كتير ولكن وقته كان مشغول وعنده مشاغل ومسك أماكن كده فمصعب يعني أن يتلاقي الشيف الشاطر أو الناجح تتلاقيه فاضي ولكن برضو هو تواصل معي وقال إن شاء الله تحت عمرك نيجي وانفيد الناس تعالوا مع بعض أن نرحب بضيف حلقة الليلة الشيف أهلا حسين أزاك شيف رائع أزاك شيف رائع أزاك شيف رائع أزاك شيف رائع أحمد الله الله أخليك يا فاند شيف هاني تنبور الله أخليك يا فاند ربنا يا كلمة نور بيساتك يا فاند وقصة العمل شاكز منك أنت نورتني الله أخليك يا فاند ربنا يا كلمة أشيف ربنا يا بارك فيك أهلا حسين عمر أهلا حسين عمر هاني حسين أهلا وسلم في حضرتك الجيل الجديد إن شاء الله نورت طبعا مساعدك بقى أنتيمك بشغل ومساعدك برضو يا شيف رجل من رجالتك برضو حبيب ربنا يا بارك في حضرتك عاوزين بقى كده في المجمل نقول للسادة المشاهدين اللي منتظريننا ومنتظرين حلقة الحلويات الشرقية هتقدم لنا النهار ده بسرعة كده بعد كده مفصل احنا مقدمين حالك كتير قوي يعني الله مصنع بحضرتك شايف كده أشكال كتيرة يعني من أول أصابع زينب زلبية جلاش مكسرات كنافة منجة كنافة برقوق كنافة أصابع محشية مكسرات بس بوسة سادة بلح الشام تمام وكنافة سادة معايا هنا بقى كنافة بالبلح تمام ومعايا جلاش أصابع ده هتبقى الطريقة سهلة النهاردة اللي عايز يلف اللي يعمل جلاش أصابع في البيت طريقة سهلة وبسيطة يعني إن شاء الله بإذن الله تمام طيب قبل ما نسى ننوه ونقول لكل السادة المشاهدين متابعين قناة الصحة والجمال اللي بينتظروا برنامج شع شهية واللي بينتظروا كل البرامج المفيدة اللي بتقدمها قناة الصحة والجمال استعدوا من اليوم لنقل تردد قناة الصحة والجمال من التردد القديم 10-7-7-5 إلى التردد الجديد 11-8-2-3 11-8-2-3 رأسي ده من أول اليوم نبدأ بقى نحرك ونحول على هذا التردد أعيد ورد التاني وأقول التردد الجديد لقناة الصحة والجمال اتداء من اليوم 11-8-2-3 رأسي ياريت يلا بقى نرجع لحلقاتنا ونشوف شيفنا الجميل هيبدأ يشرح لنا إيه ويعمل لنا إيه إن شاء الله هنا كده بنعمل كنافة بلح أصابع كنافة بلح أصابع احنا بتسميه كنافة رول بلح كنافة رول بلح دي نظامها إيه دي نظامها سهلة جداً وبسيطة والطريقة الكنفة بتاعك كنافة سهلة وبسيطة إيه أحداك اسمها كنافة شعر كنافة شعر كنافة شعر بسحضة دي احنا بنجيب رول الكنافة كده أه رول الكنافة كده وبنحط في البلحاية طيب البلح ده منزوع النوى طبعاً منزوع النوى ممكن نحط في بقى إيه ممكن نحط في بندق ممكن نحط في لا حشوات أه نحط فيه لوز نحط فيه سوداني أنا بفضلة دائماً السوداني في شغلي cuestión أنا بحста بصراحة في شغل المصري اللي هو دائماً السوداني دائماً هو السوداني المتشر في المكسرات السوداني دائماً هو اللي بيتشغل في المكسرات إنه بالنسبة لنا حيلو يعني مش مكلف وحيل وبصراحة بيديله بس سنة إرفة السوداني المصري سنة إرفة مع سنة بنيليا يدينا هاكنهم بندق يعني الإرفة حمصة شوية النمر أيوة يدينا التكة دي تاني كده واحدة واحدة السوداني ممكن اعمل له تيست يديني ريحة البندق اه يا باش تمام ازاي بقى بص يا بان انا بجيب الارفة وبحطها ع النار كده ايه بحمصها سنة ريحة بسيطة كده ع النار ويه ع النار برحمة ديها ريحة الارفة ريحة الفانيليا اه ع النار مع بعض كده ايه تشميع بسيطة كده تمام فديه اما لما اجي طلع بقى اكون مجهز السوداني بتاعي ومنعامه مجهزه احط عليه الارفة اللي مخدها مع النار الريحة بتاعت الارفة مع السخونية مع الفانيليا تدي ريحة البندق بالزبط يعني ده تحويل تست تحويل تست اه السخونة بتتفاعل مع الارفة والفانيليا والسوداني يديني ريحة بندق وهو سوداني مع ريحته محمصة مع الارفة متحمصة تدي ريحة بندق بقى بندق جميع حاجة ريحة جميلة يعني ان شاء الله ربنا ابركيك يا شير وده حضر داك الفضل باشي نقول بقى وصفة البزبوسة لان نسألنا عليها كتير ونشرح كده البزبوسة معنا وصفة البزبوسة نعم بكباية ولا بالكيلو يا جماعة واني نستقبل الاتصالات على طول لو عندنا الاتصالات ندخلها كده على طول ونبدأ نشغل عشان في ناس كتيرة منتظرة طيب هشوف الاتصالات منتظرة ازاي يا ريتاج اهلا وسهلا بحضرتك ازيك يا شير ربنا يبارك في حضرتك تفضل اموريني عملية الحمد لله يا رب العالمين منين يا ريتاج من المينيا المينيا اهلا وسهلا بها للمينيا اموريني عزة ترك الصوابع زينب صوابع زينب معنا عنين حاضر تابعينا وان شاء الله نقولك وصفتها هناخد كده اول بول لحد ما اجلنا اتصالات تاني هنسيب البزبوسة ونروح بقى نبدأ صوابع زينب ماشي ركزي معنا يا ريتاج ونقولك الوصفة حالا دلوقت وحنا شغلنا مسحدة دك كيلو دي ربع سميت ربع زيت يكون افضل زيت بغل السمنة شاء السمنة بتقبش الشيء لعاجينة تمام ومع لقية خميرة صغيرة ومع لقية سكر بودرة وده كله تقل في بعضه يتبس يعمل زي البسيسة يتبس في بعضه كده كله اللي هو الاول السكر والخميرة والزيت والدي والسميت تمام اللي هو دي السميت اللي هو سمينة اللي دي السميت تمام ده كل حديك بتحط مع بعضه في بولة زي كده ويفضل يبس فيه لغات لما ايه اتشرب الزيت اللي فيه تمام واخنا ما حس انه خلاص في اداية طبع كده بقى كويس يعني اديله ربع كوبات ماء ربع كوب ماء ربع كوب ماء معانا يا رتاج الوصفة شغلها معاك يا رتاج تمام ومعانا بطرق بعاجينها واظبطها واسبها شوية بس تخمر بس ايه تلت دقية بس كده عشان عاجينة تريح نفسها تمام لازم اي حاجة فيها خميرة او بكب موضر اي حاجة حالك طبعا استاذنا في الحاجات دي المعجنات عموما اي معجنات عمات ام كرمة اللي اتصالات كتيرة يا ام كرمة اهلا وسهلا بحضرتك ايه وزي حضرتك مناورين والله الدنيا شير ربنا بارك بحضرتك نوري فضالي بقول لحضرتك انا عندي مشكلة بس البزبوسة بتاعت تتطلع نشفة عايزها حلوة نقول البزبوسة حالا تابعينا عندي حضرتك ايه سؤال تاني سؤال تاني اتفضلي لو عندك سؤال تاني احنا معاك اتفضلي لا خلاص شكرا لحضرتك شكرا لك وشكرا لاتصالك تابعينا على طول البزبوسة يا شيف انا النهاردة هاختصر كل اسئلة الحوات هالله وعلاها بسرعة عشان فرصة والشيف يعني معانا بصراحة يعني يلا بخدش على البزبوسة سر البزبوسة بقى للناس كلها لمشو اخدها بالها منها انا عملت مسلا كيلوز ميت نص سكر ربع لبن ربع سامنة تمام ربع لبن ربع سامنة وراحة سنة فانيلا صغيرة كده تمام اتكف ده كله بقى يا شيف بقى لها بقى الحاجة المهمة بده كله ايه اهم شيء طبعا يا مكان ما بتنشف منك ما تخش الفرن صح انا كده يا سامعان يعني بص يا باشا لازم اكون معاندي عسل تقيل اعمل على ايديه لو العسل التقيل زي كده مسلا هشيف الكاميرا جاي بحضرك اه اه معاك بصلا يا استاذ ده العسل التقيل اه ده العسل الكنافة والجلاش تمام اه باجي انا عجلت العجين بتاعي عجلت العجين بتاعي جبت اللي احطت السميت احط السميت جزهند والسكر واللبن والسمة مع بعض الاول وادوب من وحدهم اخر حاجة بنزل بها اللي هو السميت لازم ادي 100 جرام او معلقتين كبار عسل تقيل في العجين معلقتين كبار عسل تقيل في العجين ايه سرهم ايه سرهم البسبوسة السميت مادة ناشفة بتنشف في الفرن مهما تغيب تطلع بيضة وتنشف السميت ده بدي طبقة اللون اللي انا عايزها بيحمل اللون بتاعتي في المعدن اللي انا عايزه بالضبط تمام بيساعد عالتحمير هو فايدة الار وبيقللي من مقدار الوقت دخل الفرن فبتلل بسبوسة ما تنشفش اه ما تنشفش معايا هو معلقتين العسل دول هو اللي بيضبطوا الدنيا ده كله هي نفس المقادير زي اي شي بيعملها بس معلقتين العسل تيل او باكت عسل نحل بدل مفيش عسل تيل مثلا في البيت باكت عسل نحل بيغنى عندها كله وبيطلع على البسبوسة حمره وفي معادها وتطلعها مية مية ومطلعش ناشف معايا تسلم ايدا كشيف طب نعدي المقادير تاني بسرعة كيلو سميد كيلو سميد اه نصف سكر نصف سكر ربع لبن ربع لبن ربع سامنة ربع سامنة سند فانيليا ومعلقتين جوزهند قدي جوزهند خمسين جرام خمسين جرام تمام تسلم ايدا كشيف الله خليك الطريقة بقى طريقة كده بسرعة طريقة بنحط السكر وجوزهند واللبن والسمنة مع بعض ومعلقتين عسل طويل تمام نحطهم مع بعض بنحاول ندفيهم شوية اللبن والسمن ندفيهم شوية نحطهم كلهم مع بعض وندفيهم وعلى كانت آخر حاجة بننزل بقى الصميد عشان الصميد ما ينفعش نتقلب مع السكر عشان تقلب مع السكر بيناشف برده لازم السكر يدوب لوحده خالص تمام طب ممكن نشل اللبن ونحط زبادي ولا دي مقادر تانية ممكن زبادي ممكن زبادي نشل اللبن ونحط هو نفس المقادير هو نفس المقادير تمام نكمل ونشوف احنا بنعمل ايه في الكنافة انا عاجبان الكنافة اللي بالطمر دي دي ها دي رول بقى عندنا حد تاني دي رول بنحب نعملها عطول كده كنافة دي هم تمام احنا كده قلنا صباح زينب وقلنا البسبوسة طيب احنا سألنا كتير على بلح الشام يا شيف ممكن نجواب على بلح الشام وحضرتك شغل. بلح الشام بقى. آآ كيلو دقيق. نقود بالكيلو ولا بالنصف? ماشي بالكيلو خليني بالكيلو. نعم. كيلو دقيق مع كيلو مية ومعلقة زيت. كيلو دقيق مع كيلو مية ومعلقة زيت. تمام. تمام? وبحط المية والزيت عالنار يغلو. يغلو اكن اه. زيت عالنار يغلو. المية والزيت عالنار يغلو. اكن هعمل اه هطبخ يغلو جامد يعني. تمام اه. تمام? ولما تغل خلص معايا تغل جامد تغل قوي يعني مش مش غالية وانزل. لا ما تغل قوي. خلاص تاخد رحتها في الغالية. تاخد رحتها تغل ثلاثة اربع مرات كده. تمام. اروح نازع عليها بالديق وهي بتغل برضو مفيش النار. وارح مقلب. افضل اقلب. افضل في بلح الشام نغاط لما بينشف بيجمل معايا. وبطلع احطه على جامب يبرد شوية. وبادي للكيلو اتناشر بيضة. اه اتناشر بيضة. بيضة. تمام? لا اكتر ولا اقل. بابدل بحط بيضة بيضة يعني بنزل بحط بيضة بيضة. انا انا كده حطيت الزيت والمية تغلي. تمام. معاهم سكر معاهم ملح معاهم فانيليا ولا زيت ومية? لأ زيت ومية بس. زيت ومية. وبعد كده يغلي ياخد راحته في الغليان. اه. وبعد كده انزل بالدي. اه افضل اقلب بالدي. لغات لما ينشف. تمام. الديدة يشرب الماء دي كلها والااااا. تمام. والمنسوب بتاعه كله يتلمي فيه. يتلمي فيه كده تمام. اه. تمام. اروح جايب اطلعه على غات لما يبرد احطه على رقامة غات لما يبرد. اه تمام. اه. ولما يبرد ابدأ بقى اكسر بيضة بيضة. بيضة بيضة. اتناشر بيضة. لازم بيضة بيضة. بيضة بيضة. لغات لما يجي النص لغات الست بيضات. احط بالتين بقى يعني كل مرة يبطيه. هم بقى برد معي. اه. هو اهم حاجة او اهم حاجة ننزل. تدخل مع البيض. اه. مش احط بالتين مرة واحدة او طلب بيضات مرة واحدة. لا هي بيضة. يعزل معايا اه. يعزل عطول. يعزل ويفصل. الديق ما يمتصهش خلاص خلاص. خلاص كده. ديبضل تعجن فيه بقى. لما ديجي يتمص في النار. معنا اتصال? زكريا اسوان. اهلا وسهلا بقى لا اسوان. طيب معلش اتصل بينا تاني. معلش اتصل بينا تاني. طيب نكمل اه وصفتنا احنا هنا ايه? اه شايف كده معانا كنافة بالبرقوق دي وصفتها ايه? ده حضرك بجيب انا اه كنافة. اه. اللي هي المتقطعة زي كده حضرتك. بجيب الكنافة المتقطعة زي كده حضرتك. وبجيب طاسة بحط فيها ايه زيت. هكني بحمر شعرية. تمام. سهل يا جدا مش حاجة بوصي مش حاجة صعبة يعني. هكني بعمل شعرية في الطاسة. تمام. بفضل الحمد فيه رغة تتم تطلع معايا كنافة بحمر نفس الشكل كده. تمام. يعني بحمرها بزيت. بحمرها بزيت. تمام. سمنة بتافش معايا. وديش الست اللون اللي أعايزه. تمام. زيك لكن الزيت بيخليها. يبقى ايه سمنة مثلا. السمنة بلدي. الزيت الضرة يبقى ايه إبقى السمنة بلدي. بقي ده بيعمل ايه السمنة بلدي أو الزيت. بيخليات حمر كلها. ده كله بيحمر مراحة. ما تقفلش مع ببقى ايه. ما تقفلش. ما تقرش احد ابيضة واحدة حمر. يبقى كله ايه. meny أنواحة. اه الدرجة السخونة بتاعته مستوية اه وبعد ما طلعوا من النار بصفيه وبحط لي السكر بودرة او عسل حسب مزاجها بس انا بحط السكر بودرة وما بحبش حط عسل على الحاجات دي لان انا بسوي برضو البرقوق ده باخده على النار برضو تمام يعني باخده باخد سنة سمنة وحمر البرقوق وبنزع على كنافة من فوق منه تمام دي طريقة بقى التالية دي بسيطة وسهلة وممكن اي حد يعملي يا جماعة يعني ممتازة انا هاز اود لفور اه هنا اه دي كنافة بايه دي كنافة المنجا انا بصحة ديك كنافة بالمنجا معانا عيسى هيسم اهلا وسهلا يا هيسم السلام عليكم يا فندم عليكم السلامة وبركاته اتفضل والله انا بحيط حضرتك على البرنامج الجميل دوت ومستفدين كلنا منه والله ربنا يبارك على عضرتك تحت امرك امورني والله يا فندم الاول مرة اشترك مع برنامج جماعة حسنة اتفضل تحت امرك شرفتني يا ربنا يبارك فيك امورني يا ربي خليك لينا يا رب اتفضل حبيباك ممكن الكنافة بالمانجا تستعمل ازاي ده حالا دلوقتي هنجاوبك على الكنافة بالمانجا يا رب استليك لينا يا رب هلسة كمسان عليها والله حبيبي دي الكنافة بالمانجا هنجاوبك عليها حالا دلوقتي تسلم يا هيسم ربنا يبارك فيك الكنافة بالمانجا يا شفنا بص يا باشا الكنافة بالمانجا سهلة بسيطة جدا مش صعبة هجيب برضو الكنافة اللي هي بس معها الكامير بس اجيب هجيب الكنافة الشعر اللي هي زي دي وحمرها في السمنة او في الزيت لكني بحمر شعرية برضو نفس الكسة حمر و بعد ما تحمر معايا بتطلحها على جنب تبرد بديها اما حسب المزايا حسب اللي انا عايزه مثلا عايز اديها عسل ماشي عايز اديها سكر ماشي بيديها السكر البودرة بتاعها بعد ما بتحمر ويجيب الكاس ويحط الكنافة من تحت ورأي كريمة ويصد بقى المانجا بقى ممفوق زي ما هو او الشكل هو اللي عايز زي كده تمام سهلا زي البرقو برده نفس كنافة البرقو نفس البرقو نفس البرقو بس هنا بزوت كريمة نفس اه بزوت هنا كريمة طبقة كريمة وطبقة منجا و بعد كده بط Excellent طبقة كنافة طبقة كريمة طبقة منجا طبقة كنافة بعد كده المانجا من المفوق تمام يعني وحسب الرغبة فيه بقى اللي هو بالاينا بزي اي فاكة انت عايزها بتنفسي كل هي كنافة طريقة واحدة بس الفاكهات بالانواع اللي انت عايزها تمام تسلم اذا كشفنا زي الفول اتسألنا برضو على الزلابية يريد نجاوب كده على الزلابية على طول كده مع النهاردة حلقة كلها اجابات يعني احنا مرتبين الحلقة النهاردة ان احنا نشرح الزلابية ونشرح صباح الزينة بنشرح اكبر قدر من الحلقات الشرقية يعني عشان بعد كده هنخصص حلقاتنا ان شاء الله للزلابية الزلابية يا فهندم كوباية اندي ايه مع كوباية مية تمام مع معلقة خميرة صغيرة ومعلقة سكر بودرة تمام السرف ده كله بقى يا شيف رقائد نص ورقة باكن بودر السرف ده كله اللي بيخلي اللي الزلابية معت تلفهم عن دوارة كده نص معلقة باكن بودر نص معلقة باكن بودر او نص كيس اللي هو الكيس ده نص كيس نعم نص كيس باكن بودر ده بقى اللي هو النص كيس ده يخلي معاها الزلابية من جوة مفرغة فادية زي كده مفرغة ويخليها يتضوى معاها هو سر الأرمشة هنا بقى هي بقى دي سر الأرمشة في النص ورقة باكن بودر دي يعني حاجة يا اخوانا سهلة ومستعبة زي ما حادتك شايفين كده اخوزها شيف بتبقى فادية من جوة ومدورة من بار تمام هي نص ورقة بكن بودر هتعم معنا كل الكام ده سير اللعبة كلها سير اللعبة كلها سير اللعبة كلها في نص ورقة بكن بودر طريقتها بقى يشب بسرعة طريقتها ها ممكن نشتغل كده هنوري الجلاش تمام نشتغل تمام هنودي الفرنة بس احنا معنا ايه الشرح هنسوه ان شاء الله نكمل بقى طريق الزلابية احنا قلنا كده المقادير وقلنا السر التح العجينة بنعجينها الزيت بس باشا بجيب كوبات الماء الاول وبحط عليها سينة البكنبودر والبانيليا والسكر البودرة ومعلاقة الزيت تمام تمام وشعرة ملح بسيطة اي حاجة شعرة ملح بسيطة بتدي تستحيله في الشغل يعني فباجي ضربت ده كله ببعضه ورح بنزع عليهم بديه وابدرع عجينه فيها الزلابة لها سرين الخبطة بتاعتها ايوا انا عايز اعرف بقى التفكة بتاعتها لازم لازم اغبط كده اوديها هوا وانا بقى عجين انا خلاص عاجان تبص حددك انا مسلا عاجانة الزلابة اهوا تمام الزلابة اهوا خلاص حطيته دقيق بقى اعجين كده غط لما تلم معي وهي لمت لازم ايه انزل اغبط كده لازم اللفة دي اللفة دي بتعبلي هوا فاكر زمان لما كنا عندنا في الفلاحين بياجنوا العيش كده لازم يدي هوا يقولك باللت العجين او بيخدم العجين لازم الدبل اللتة اللي فوق دي الهوا اللي بيخش جواه الهوا اللي بيخش فبقفل عليه واقلب تاني بقفل عليه واقبل تاني يعني فيه ناس بيعجينوا مسلا يقولك ايه عجين هكده واسبه لما تخمر لأ لازم اعجل وسنة يعني ايه لا تكتين سنة البينكينبودر والتاكل اللي ايه لازم اعمل كده بيديه واقبل جامد عشان تدي الخط معاهم عندنا فصل؟ تمام اه شيفنا ناخد فصل ونرجع تاني؟ باش 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 ناخد فصل وبعدين نرجع معاكم نواصل او اتروحوا بعيد انرجع تاني اه شيفنا هنتعلم اكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة برجع نالكم بعد الفاصل معاكم ومع الشيف هاني نواصل وبنبه على السادة المشاهدين من اليوم استقبال قناة الصحة والجمال على التردد الجديد 11 8 2 3 رأسي التردد الجديد من اليوم لقناة الصحة والجمال 11 8 2 3 رأسي نرجع معا الشيف هاني ونقول له انت نورت يا شيفنا وتسلم ايدك على المجهود المبزول ده تمام انت كان كل همك النهاردة ان انت تتجاوب على اسئلة استادة المشاهدين وليس بيأس انا كنين بمساعدين ان شاء الله وحنا كنا محضرين الاسئلة وانحنا خلصنا الزلابية وصابع زينب انت الجلاش بقى بس بقى الجلاش بقى ده سهل جدا له الف طريقة وطريقة هو ليه الف طريقة ليه اساور وليه سيخ وليه كذا طريقة وليه اللي تقفل مربع زي كده لو دي اسمها شعبيات احنا سميها شعبيات اه عزيزي اللقمة الشعبات دي بتتعمل ازاي دي المهم جدا بس اشيب حضراتك وحنا الشعبيات دي نفس طريقة الاصابع هو الطريقة السهلة البسيطة انا بجيب كنافة انا عندي مسلا كنافة تبقت مني اجيبها حشو كنافة اهو معظمنا بنحب هو الجلاش بالكنافة اه الجلاش الجوه هو كنافة بيبقى بصعة ديك قد نلفة كده بلف سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش حاجة صعبة سهلة وبسيطة جدا ايه ان شاء الله تمام اشيب وبحط هنا ولا سمنة ولا اي حاجة بقى لا بعد ما بحط البطاع بدهن كده بده التلمع بتاعتها كده تشرب بس اللي هو السمنة او الزيت اللي محضور فيها وبقطعها بالسكينة تشرب بقطعها صابع زي كده حاسب ما انا عايز اقطع بقى ام زنود. اه ام زنود. بص حديك بطبق تطبيقها كده. على عريض. على عريض زي كده. تمام. تمام? اطبق واحد تانية اشتبق ايه? بقسمها تلاتة. اه. الوراء على تلاتة. الوراء على تلاتة. بقسمها شوية كده. عشان تدي معانا ايه? كمية اكبر يعني لما تبقى جولة شوية. تمام. بيبقى لها حشوات بقى? ولا بتبقى السيادة? بقى انا عايز عايز اعملها سيادة عاملة عايز اعملها مكسرات عاملة. حسب ما انا ايه? رغبة انا. استجين اشي. تمام. عطيك بتبقى كده. ده كده سيادة. ده كده سيادة. طبعا انا عملية سيادة ليه اشيف ان هي تبقى ايه? هتبقى طالع معي مربعة كده. هتبقى طالع معي. ده نفس ده نفس اللي معموله عندنا. ده نفس المعموله عندنا. ده جلاش سيادة. ده جلاش السادة. بجيب بانا اقطعه كده. بقطعه كده. الحجم طبعا اه. هو لما بيطلع من الفرن بينفش. هو بياخد المنسوب بتاعه. فبينفش معاي ببقى نفس اله. بيفرق. اه. بس حديدك انا عملت كم تطبيقة? الورقة طب بقطعها على تلاتة. على تلاتة. وخدت ورائتين. ورائتين. هم ورائتين. بطبعهم على تلاتة. واحد الاول باكاوة واحدة باعدها نهي اه في عجلة سريعة. فضل. ايه المشروب ده? ده مشروب بتاعنا بقى ده 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 اللي انت قلتها يخليه فجأة ومش اقوله اللي في اخر حلقة فعايزين نقوله ونختم بيه عشان يبقى لازق في ايه مع السادة المساهدين. ده الخاص بي انا بقى ده بقى ايه حاجة بتاعتنا بقى يعني. هتقول لي هنا كده. هو جايبها الكاميرا ايه. اه تمام. خلاص صيبه هو كده واضح واضح. تمام. المشروب ده باجيب النعناع وبقيته من الليل في المية. بنقى عن نعناع اقدر. بنقى عن نعناع اقدر. في المية. تمام? واسيبه لتاني يوم منقوها زي ما هو. تمام. بس جوة تلاجة مش بارة تلاجة. تمام. عشان ما يسودش. زي الفوت. تمام? وباجي تاني يوم راح تضرب اللي انا عملت ده كله. ما راح تبقي ما راح تبقي سكر عليه. راح اه. اه. مصف في مصف في المية يا سينة بسيطة. يعني خليل فيش اطماء صغرين بس في ايه? تمام. في قلب النعناع. واضربه في الخلاط. واجيب سكر وحط عليه سكر واضربه في الخلاط. وباجيب صودة. صودة الهات دلعة. تمام. صودة مفاش. ضايت. ضايت. صودة ضايت. اه. وبحط عليها الان بسوب عليها النعناع. بيديه اللون ده. ولو عاوي السكر انا بزود سكر. اه لو عاوي السكر بقى قبل ما حط السودة. هو بيديني نفس اللون كده. اه. ده مع الصودة تستو رمسة انا بيها تستو جميل يعني. تستو له ما شفنا انت نورتنا والمشروب ده جميل جدا وحلقتك روعة وان شاء الله وعدنا ان انت تيجي تاني بإذن الله شكرا لك وشكرا للمساعدنا الجميل نورتنا يا عمر شرفنا بساتك يا فندم بقول كل سادة المشاهدين الحلقة نهاردة خلصت بسرعة ولكن انتظرونا مع الشيف هنف حلقات جاية كتير عن الحلقة الشرقية والغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته